اهلا بكم مشاهدين العزام مكملين مع بعض عرض لحداث الجارية وبعض الاخبار الهمة اللي مرت على مصر خبر بيقول انه السيد وزير الداخلية يوجه بتكسيف الجهود الامنية والتواجد الامني حول الكنائس كان قد عقد اللواء مجد عبدالغفار وزير الداخلية اجتماعا مع مساعد الوزير والقيادات الامنية المعنية في اطار استعراض محاور الخطة الامنية التي وضعتها وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المصريين خلال تلك المرحلة واستعرض الاجتماع مجمل المتغيرات على الصعيدين المحلي والاقليمي وانعكاساتها على الحالة الامنية بالبلاد ووجه وزير الداخلية الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي ضرب اروع صور البطولة في التصدي لكل من يحاول الاخلال بامن الوطن مسمنا على تضحيات الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين التي اختالتهم يد الغدر والارهاب مؤكدا ان جهود الدولة ماضية لبطر كل من يحاول من اي من كان ان نيل من امن البلاد وتهديد ودعم استقرارها ووجه اللواء عبدالغفار بتكسيف التواجد الامني بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط طهب الكامل بشكل متواصل بالتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة والتواجد الميداني لكافة المستويات الاشرافية والقيادية لمتابعة سير الاداء الامني وتنفيذ الخطط الامنية لضمان عدم حدوث ما يعكر صفر الاحتفالات ورفع الحالة الامنية للدرجة القصوى خلال تلك الفترة شكرا لوزير الداخلية وشكرا لجهاز الشرطة وهو جهاز وطني اصيل نسمن على ما قام به ويقوم به خلال هذه الفترة ونقدم الشكر من خلال برنامجنا الى كل قيادات وزارة الداخلية